بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم كيف نجعله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وما هي الوسائل في ذلك والوسائل في ذلك عديدة أولها الإكثار من قراءة كتاب رب العزة والجلال القرآن الكريم فإن هذا القرآن مجتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان طريقته كما قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة في تفسير هذه الآية كان خلقه القرآن فعندما تلتزم بالأخلاق القرآنية تكون بذلك مكتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم وانظر مثلا في الآيات التي جاءت في سيرته وفي طريقته في التعامل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فوصفه الله برحمة القلب في هذه الآية وباللين والسهولة في التعامل وهكذا من الوسائل التي تجعلنا نقتدي بهذا النبي الكريم أن نطالع كتب السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والكتب التي اختصرت هذه الكتب أو جمعتها فعندما تقرأ كتب السنة النبوية تستطيع أن تستخلص طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الحياة وتتعرف على أخلاقه الفاضلة ويكون لديك معرفة تامة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتب التي تسهل عليك معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلك تقتدي به أن تقرأ كتب السيرة التي ألفت في تعريف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك الكتب المطولة كسيرة بن هشام والفصول في تاريخ الرسول للعلامة بن كثير أو في المختصرات والكتب التي تسهل على الناس معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب أو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام أو غيرها من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة وهكذا من طرائق تعلم السيرة أن تستمع لأهل العلم الموثوق بهم سواء في دروسهم أو في تسجيلاتهم الصوتية أو المرئية فعندما تستمع لها أولئي الثقات تستفيد منهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وتعرف منهجه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة التي أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها وكذلك من الوسائل أن تقدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هواك ورغباتك وما تمليه عليك نفسك لأنك بذلك ترضي رب العزة والجلال وتستجلب الخير العظيم منه سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر